أنا وحلقة جديدة على أرض مصر حلقتنا لهذا اليوم هي حلقة السبت 7-25-22 نتحدث عن المشروعات التنموية في سيناء يد الخير والنماء تنتصر في سيناء يد الخير أقوى من الإرهاب التنمية والتعمير درع لصد الإرهاب بيستاني يكون موجود معنا في حلقتنا النهاردة الكاتب الصحف الكبير الأستاذ نبي رمضان الطاروتي من جريدة أهلا بحضرتك أمدر و أهلا بستاذ المشاهدين أهلا بستاذ المحراج بصحة وسلام في الوقت اللي بتخوض فيه الدولة المصرية من الإرهاب وجزوره فإنها في ذات التوقيت بتقوم الأهمية عن تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في هذه البطء الوطن وهي معاركة التنمية والتعمير والبناء إيمانا من التنمية هي السلاح الأهم في مواجهة الإرهاب وأن التعمير والبناء هي لتحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق الترابط ما بين الوطن وفقا لرؤية شاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي وقد عجلت التنمية والإعمار على أرض سينة بـ 950 مليار جنيه لتحقيق تلك النقلة الحضارة لأهلينا في سيناء بالدلتة القديمة في الحديث خلينا نتكلم عن أن هناك العديد من المشروعات تقوم بكبرى في سيناء الهدف منها بتأكيد ربط أرض الفيروس القديمة ولكن قبل ما أدخل في تفاصيل هذه المشروعات عطوى التعمير في سيناء يعتبر بمثابة درع واقي ضد الفيروس والله يعني في البداية أنت حضرتك تفضلت بمقدما أنه ده قضاء على الإرهاب وأن سيناء عانت من الإرهاب والحقيقة مش سيناء بس الحقيقة مصر كلها كان داية الشر والمشاكل من جهة الشرق تم تحريرها تقريبا في التمانينات لكن فكرة التنمية والإرهاب دا أصلا في استراتيجية من 2014 والإرهاب بالسلاح وبالتنمية في آن واحد توازيين بالضبط يعني كان تنهج الدولة المصرية نهج أنه لا صوت يعلق وهي فعلا كانت معركة وفعلا كان إرهاب حسنا بيه في سيناء دا احنا حسنا بيه في بيوتنا في العواصم وفي المحافظات هناك مبرر أن تتخذ الدولة شعار أنه لا صوت يعلق فوق صوت مصر في ظل مكافحة الإرهاب في سيناء ترند تحدث عن مكافحة إرهاب تحدث عن مصر وتجربتها في مكافحة حدثك مش بس ترند دا هي قدة نموذج للعالم كيف تحارب الإرهاب بالتنمية مش مسألة محاربة الإرهاب عشان كده بقول حضرتك فيه استراتيجية فيه تفكير استراتيجي تفكير استراتيجي للكيادة السياسية نفسها لأنه يعني محاربة الإرهاب بتعديل أو تطوير أو نهج الخطاب الديني محاربة إرهاب بالفكر بدأوا بالتنمية محاربة إرهاب بالتنمية وعلى خط متوازي ضلع المثلث الثالث وهو لا يرتدع لكل هذا تشوف المشكلة كانت ماشية زي الأول في سينة كان عندنا غير نظامية عندنا بتتكلم عن الحروب التقليدية بتتكلم عن حرب نظامية تتكلم على فكرة أسر بكتير منك تحارب قوى الظلام أو مجموعة تدخل عمليات متفرقة الموضوع أصعب بكتير فإحنا كان عندنا إرهابية كان عندنا فكر متطرف عندنا محاولات استقطاع الإرهابية عندنا أماكن خالية في سينة زي منطقة أماكن أخرى هنا الدولة بدأت تتعامل حية مع الأمر بشكل زي ما حركت حدست وقلت مكافحة الإرهاب بسينة أول إرهابية ثم بالفكر زي تواجه هذا الفكر المتطرف من الأماكن اللي كانت خالية تمام السكان وتديك مساحة أنك يبقى في استحواز على بعض المناطق الأولى بالسكان فتيجي دولة تعمر شمال وتطور في التعمير السياح اللي موجود في الجنوب أعتقد حقق النتيجة حتى وعايز أقول لحضرتك كمان إن إحنا في منذ تحرير سينة حتى كانت سينة جاذبة السياح فقط يعني تجاذبة لسينة باستثناء أهل سينة أهلين وهي غير جاذبة هي ما عندهاش نقطة جاذبة غير ليروح شرم أو يرجع من شرم وخلاص أنت النهاردة نوع من توطين يعني خطة لتوطين ثلاثة في سينة من خلال مشروعات كبرى تقام هناك من خلال أنت في ظل في 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 ظل إرهاب ومحاربة الإرهاب في سينة خمس أنفاق يعني يعني أنت بتعمل أمار يعني ده عبور يعني يعني عبرنا إلى سينة بالصم هذا هو الأبور جديد عبور أكثر من تحت خط النار بتعمل خمس أنفاق زي بالزبط اللي عاد في آآآآPLbq صحيح في pH أنت هنا بقت سينة منطقة جاذبة سياحي ده بعت منطقة جاذبة سكان منطقة جاذبة استسابة بقت منطقت يعني أي جازبة زراعي وصني أنت بتكلم على تنمية شاملة وعلى فكرة برضو حضرتك تفضلت وقلت أن الحلقة خاصة بسينة لكن أنا بchat فكر استراتيجي في الدول هو كل مصر هي فعلا جمهورية جديدة هي كريمة الأطراف كاملة فيها نفس الاهتمام يعني لو لاحظت في عندنا في الشرق في سيناء عندنا في الديتوشكا وكل مناطق الصعيين لم يسبق لها الأمر لم يعد تساري فقنا على التنمية السكان بالكلم عن تنمية صناعية بنتحدث عن تنمية زراعية بنتحدث عن تنمية مستدامة 20-30 مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ولكن بفاصل مرة أخرى مع حضراتكم كلمنا قبل هذا الفاصل المشروعات التنموية هي مشروعات مستدامة 20-30 هي مشروعات ليست قصرة على مكان دون الآخر المشروعات تمتد شمال شرق غرب وجنوب مصر جزء مقتطع كبير من هذه المشروعات الكبرى نتحدث عن 147 مشروع تنموي وخدام سيناء بتستهدف تحسين الخدمات الارتقاء بمستوى المواطنين لو نروح للمشروعات الأول في سيناء ثم بعض ما كنا نتحدث عنه في تشكا وغيرها من المناطق ولكن يعنينا في هذه الحلقة سيناء مشروع تنموي وخدمي ترجيتنا القوليتي في لايف قدمها الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في شمال سيناء ما هو ده يؤكد نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل الفاصل انه الهدف هو توطين ملايين لانه لانه هل عدد سكان سيناء أهلين في سيناء ما يعني كل هذه المشروعات بالقطع المواطنين في سيناء أو المواطنين في سيناء أقل بكثير الوحدات السكنية اللي تم بناءها لك عدد كبير لك تتجاوز حتى ده سيادتك مش وحدات السكنية ده مدن جديد تكلم على مدينة شرق بورسعيد الجديدة وبنتك معليها الجديدة بحوالي 32 ألف واحد سكنية وفينا أو أنت النهاردة بتعدي نفق بتبقى في سماعلي مدينة راس العبد بقر العبد الجديدة بيوت البدوية اللي تعدت أمي مجمعية مجمعية في ثقافة السينوية ده لناك نوع من التوطين أو التنمية المستدامة في الإسكان بالضبط زي ما أنت بتعمل هنا في الأصمارات وفي تاي حقق لإيه كبعد أمني وسط التوطين يعني أنا بعمل النهاردة مشروعات زرعية مشروعات صناعية بعمل مجتمعات جديدة وبتأكيد هي بقى صحة وفي كل شيء هذه المجتمعات الجديدة يحقق إيه أمنياً واستراتيجية هقول لحظاتك أمنياً واستراتيجية جداً للمواطن العادي أهلين في البيوت يعرفوها هاقدر أحارب وقوم واستوش حرامي اللي دخل بس أو اللص اللي دخل لكن لما يبقى البيت محبور هتدفع عنه لما يبقى البيت محبور فادي بتفرق الحكاية بالضبط ده سيل يعني تفسير يعني لا يقلل أبداً الجهد المبذول في سين سينة بالبشر لأن البشر هو الحماية الحقيقية من سين حد ينظر نزل على بلاء حد ينظر نزل على مبابة ولا متر ولا متر فإنكية هي أنه توطين الناس في سينة أنا يعني مثلاً وثمانية كان أحد زملائنا معلش يعني برسيك لك مرتبطة بي حد من أصدقائي كان استحبني في مشوار معاه لسينة أنا اشترى أرض وراح يعني يستصلح يشوفه ويتابيحه وما إلى ذلك فأقول له يعني عانينا في المعدية عشان نروح ونرجع يعني كان يوم فأنا بقول له طب يعني إيه كان هنا طب ما عندك الطريق الصحراوي السبب في اللي طب ليه بقوا أنت هو يعني كان ساكن في الرماية هنا فالصحراوي ومصر كندريا ربما بيش نس ساعة أو أكتوبر أو ما لازالك نس ساعة يبقى عام في الدنيا ونتابع وكلام اللي خطوة بمشيها إن فيه دم أخويا وده أخو شهيد فشوف كم شهيد على مدار سينة وعلى مدار تاريخ سينة وحروب سينة لما بتربطني بقطعة أرض لما بتربطني ببيت لما بتربطني بوظيفة في سينة سواء أرضك أو سكنك أو بيت استحالها تقدر طبيعي فده سينة رقاب المصريين كلها أنا أتملك جزء من سينة أو أنا ليه مصلحة تختلف خالصا عن الدفاع عنها عن أنسي البشر الأمن طهر الإرهاب أعمال لي بنية صالحة للإرهاب صالحة للإستثمار صالحة للحياة الأدمية لكن البشر هم اللي عليهم العامل الأكبر المواطن المصري في حماية سينة وفي تعميرها لأنه هو خط الدفاع الأمر هو الإنسان المطفق المطفق وإحنا شفنا في مساعدة الجيش والشرطة في الدفاع مات شينة من الإرهاب ليه لأنه الأرض مرتبط بالبيت مرتبط بمصلحة قد حريصا الأمر لا يختص على نفع شهيد أحمد حمدي واحد أو اثنين أو لا يختص على المعدد الأنفاء لا ده أصبح هناك أكثر من شريان للربط بكل شرايين الربط ده تسأل بتواجه بيلضيف لكن بعد هذا أرفع صلى الله أهمية هذه الشرايين وتعددها نفع شهيد ونتعرف طبعا الموضوع كان بيبقى صعب شوية لكن النهاردة الموضوع ومثلت الوصلات المختلفة في صورة أنفاء إيه أهمية هذه الوصلات المستمرة أو الفاق الجديدة من وجهة نظر حضرتك؟ هو ببساطة وهدف أساسي هو توطين توطين المصريين جوا سينا إن سينا مش معزولة إنه ممكن أرجع آخر النهار اللي هو تيسير الانتقال مين وإيه؟ ببساطة بمنتهت سهولة أنا راكب عربية أروح لو أنا قاعد في اسماعيلية لو أنا قاعد في الزيق لو أنا قاعد في الزيق قالت إلى أحد المجتمعات السكنية الجديدة حاليا وهذه الكمبوندات الحديثة وهذه المودن الحديثة أو أنت تقدر تنتقلوا وترجع؟ ده أنت مش في تمودن القناة ولا ده أنت ترجع إلى أنت في تنمية الطرق اللي مكادش عجبة بعد أصحاب الرؤية القاسرة يعني في ساعة أو وصلت لقيا عديت نفى بيت في سينة انتهت المسألة يعني العناب الشكل اللي كنا بنشوفه زمان في سينة دي مجموعة وعلى فكرة ناس عندها مزارع وناس بتصدر برا في المنطقات الزراعية وفي المنطقات الزراعية وبالفكة حتى اللي حضرت فعلا يعني بتلمس عين الحقيقة كما هم مش ناسين ده يعني حتى في ميناء العريش وفي مطار البردويل وفي الميناء العريش البحري مساعدة المزارعين ومساعدة الصناعات اللي بتقام الاستراد والتصدير والتعامل مع الخارج النوع من الهدف الأساسي هو توطين وتعمير حقيقي اتفق مع حضرتك هل تبقى معي مشروعات البنية التحتية طرق الكبار والأنفاء وفي المقتمات اللي مراني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة